كفاحة الشي كده ربكم غلطان ان مئة مليون واحد شيعي مثلا والحد دلوقتي الإمام منتظر أنصارهم عامة مليون ويخلي النبي محمد ينزل قريش لوحده ويفضل يدعو واحد واحد والواحد يبقوا اثنين والاثنين يبقوا ثلاثة والثلاثة يبقوا اربعة والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ظاهر عيانا كده ويتعرض للبلاءات الله طيب شلون شلون يخلي النبي لوحده والنبي يقعد يدعي واحد واحد والواحد يبقوا اثنين ويبقوا ثلاثة ويبقوا عشرة ويبقوا عشرين وبعد كده يطلع بيهم للمدينة وبعد كده يرجع فاتح وحاجة عظيمة كده حاجة تدخل العقل كده البشري لكن انتم مئة مليون يبقى مئة مليون منافق لما هو لسه منتظر أنصار يبقى انتم مئة مليون منافق بقى يبقى هو ما شايفكم لسه عيال اوزي مش قد الحرب فعشان كده مش عارف ياخد منكم واحد او اثنين او تلتمية وتلاتاشر لسه ماكملتوش التلتمية وتلاتاشر هو كان عايز تلتمية وتلاتاشر راجل مش تلتمية وتلاتاشر هشك بشك اولاد المتمتعين والمتمتعات اكيد يعني ده ده السنبط مننا وبعدين ده فيه انبياء كتير جدا جم وقتلوه ومع ذلك برضو نفس الحكاية يعني ما استلوش بقى ان ربنا يبعت لهم انصار ولا يبعت لهم مش عارف ايه والكلام اللي ايه اللي انتو دايما بتقولوه ده طب شلون ومعنين انت بتقول ايه لو هو طلع وتقتل الاسلام حيروح يعني معنى كلا ان في اسلام لألف وثلتمية سنة يعني مش عايزينه ييجي طالما الاسلام قائم بعدم وجوده يبقى خلاص اللي طلعه لا اسطل طالع خايف يقتل قال الاسلام يباد بس كان بعدم وجوده موجود الاسلام خايف يقتل يطلع بس احنا عم بايعوه ما لكش دعوه طلعوه بس والله جد طلعوه احنا عم بايعوه احنا وانتو عنشتركوا مع بعض في المهدي لان المهدي مشترك ما بيننا وما بينكم نشوف مين انصار المهدي بس اطلعوه ما لكش دعوه يا عمي كلمونا بحاجات تتفاهم كلمونا بحاجات تتفاهم كلمونا بحاجات تتفاهم نبوز دماغه كلموهنا بأشياء تفهم زي اللي سألوه سؤال الامام المهدي ليه اختفى اختفى لاكتمال المشروع الإسلامي اللي حفاظ على المشروع الإسلامي فذكروني بالضبط كده المدير البنك وموظفين البنك اللي سابوا البنك عشان ما يتسرقش وبواب البنك كمان يعني بواب البنك وموظفين البنك ومدير البنك سابوه عشان ما يتسرقش تخيلوا يلا الله مستعد